اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من مزيد ولا عشان بحبك هقولك اكيد انواع الوحوش الموجودة على الارض كثير ومختلفة وعلى طول كانت بتحارب بعض بس بدل ما يحاربوا بعض ويدمروا الكوكب اتفق الوحوش والبنقادمين مع بعض وعملوا قصة فيلمنا النهاردة مصرعة الوحوش وكل وحش كان يلعب باسم مدينة ومدينة ستوكر كان عندها اعظم فريق البطل رايبورن والمدرب الاسطوري جيمبو رايبورن كسب 9 بطولات عالم وكان في الطريق للعشرة ولكن اختفى هو المدرب جيمبو وهم في البحر وانتهت حكاية اعظم فريق مسارعة وفضلت مدينة ستوكر كتير من غير بطل لحد ما جه صديق المدرب جيمبو واكتشف الوحش ده اللي اسمه صعب خالص ومش هنعرف نمطقه فهنسميه متحت مثلا لا طبعا بهزر هيبق اسمه الوحش متحت لا لا خلاص كفاية هزار وهو شارك فعلا وشارك هيلعب على لقب العالم في استاد مدينة ستوكر اللي حصل فيه كل تاريخهم العظيم في المصارعة والمدينة كلها كانت رايحة تشجعها بس البنت دي شكلها مختلفة عن باقيتهم تقدر تقول متحمسة شوية سعيدة بزيادة ما تفهمش بس هي وهي عبارة ونكتشف هي متحمسة اوي كده علشان تبقى بنت المدرب الاسطوري جيمبو اسمها ويني ودي مامتها ويلا بيناع الحلبة بس قبل العركة اللي هتقوم دي بيفكر الموزعين دول الجمهور بري بورن وجيمبو وبيبان قد ايه الناس بتحبهم وبيكون المطش ده ما بين شارك وما بين البطل الحالي كلب البلدوج ده وبيبدأ المطش وبيكون الكلب مسك شارك وهاتك يا دعاك بس ويني بتلاحظ حاجة وان هو بيلمس مناخيره قبل ما يضربه وبتروح تقول لشارك وبسببها بيكسب المطش وبيبقى هو بطل العالم وبياخد الحزام بس في مفاجأة كبيرة شارك بيقولهم ان هو هيسيب ستوكر سيتي ويروح يلعب في مدينة تانية وبيظهر راجل ملزق كده وبيكون ده الرائع الجديد لشارك والناس ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه وخصوصا ان البلد كلها بتقوم على المصارع دي والعمدة بيقولهم ان الرائع الجديد بتاع شارك عايز يشتري الملعب ويهده ويعمل مكان وموقف العربيات وانهم لازم يبقوا له عشان البلد بس ويني بتعترض وهو بيقول لها ما قدمناش حل تاني بس قدامنا تسعين يوم لو تعرفت جبلنا وحش يسرع في الفترة دي ممكن نلحق الاستاد وبتخرج ويني وبتروح للاستاد وبتقعد تفتكر ذكريات باباها مع البطل ريبورد وبتفتكر ويني كتاب باباها اللي كان حاطت فيه كل افكاره عن المصارع وبسرعة بتروح تطلعه وبتقرر انها تروح تدور على وحش وتدربه وبتروح ويني المكان غريب كده بيكون فيه مصارعات وحش برضو بس على الرهانات وبتلاقي وحشين بيتصرعوا واحد فيهم مسك التاني ومفطسه فبتروح للي كسب وتقرد عليه يجي معها الاستوكر وتدربه فبيفضل يضحك عليها وبتقرد على كم واحد كمان بس كلهم بيتحكوا عليها وكانت قرب التقس لحد ما بتشوف الوحش ده واول ما بتشوفه بتفتكر على طول ده يبقى ابن ريبورد البطل الاسطوري واسمه ستيف ويني بتروح تحاول تتكلم معه هو بيتصارع وبسببها بيكسب اول ماتش في حياته بس بيطلع عنه المفروض انه كان يخسر وبتطلع له صاحبة المكان وبتحدده وتقوله انه لازم يدفع الفلوس اللي خسرتها بسببه ويني بتارد عليه انه يرجع استوكر ويصرع هناك وانها هتدربه وهو ما كانش موافق في الاول بس اضطر يوافق عشان الفلوس اللي عليه وبتركب ويني في قدماغه وبيتمشوا لحد استوكر سيتي واول ما بيوصلوا للبلد بيدخلوا مكان التدريب وستيفي بيفضل يفتكت ذكراته مع ابوه ويني بتعرفوا انهم لو ما نجحوش في اللي هيعملوا ده هيهدوا الاستاد ويعملوا مكانه موقف بس هو بيقول لها انا مليش دعوه بالهري انا جاي عشان الفلوس وبس وتاني يوم الصبح بتروحوا ويني عشان تصحي ويبدأوا التدريب بس ستيفي ما بيرضاش يصح ويتضرب وبيقول لها هاتين انتي بس ماتش وما تقلقيش وفعلا بيتجيب له ماتش جامد مع الحيوان ده وبتكون ويني عايز تساعده بكتاب اباها وهو كان منفض في الاول بس بيتفاجئ لما يعرف ان الماتش بجد لانه كان مفكره زي الماتشات اللي بيمثل فيها وياخد فلوس على الخسارة ولما عارف فضل يهرب منه وده يجري وراه لحد ما في الاخر بيتعبوا هما الاتنين ويقعوا بس ستيفي بيلحق يحطوا ييده عليه وهو اللي بيفوز وفي الوقت اللي اختاروا فيه ان الماتش ده يبقى اسوأ ماتش في الاسبوع بيكون شارك قاعد بيأكل في الحيوانات اللي بتلعبه هناك وبتحاول ويني يتدرب ستيفي وبيكون فاشل جدا في التدريبات ويني ما بتبقاش عارفة ليه مع انها ماشي على نفس الخطوات اللي في الكتاب فبتقعد تتكلم معاه وكتعايزة تعرف هو بيحب ايه وبالصدفة بتعرف انه بيحب الرأس فبتيجي في دمخها فكرة وفضل تدربه انه يقاتل بالرأس اللي هو بيحبه وعارفه كويس وبيدخل ماتش وبيفوز بطريقة الرأس الجديدة وفضلوا يتدربوا اكتر عالطريقة دي وكل ما يتدربوا زيادة يكسب ماتشات تانية لحد ما بييجي ماتشو مهم مع الكائن العملاق ده وبطريقة رأس غريبة بيكسب الماتشو بيكسبوا فلوس كتير وكمان بيطلعوا عالتلفزيون وبيبدأ يبقى ليهم مشجعين بس بتكون عايزة ماتش كبير ويبقى في بلدها علشان تنقذ بيه اللي استاد وفعلا بيتصل بيها وكيل اعمال كلب البلدوج اللي اتهزم من شارك في الاول وبتفرح قوي لما بتعرف ان هم عايزين يلعبوهم بس اول ما بتدخل الستاد بتلاقي العمال بيشيلوا حاجاتهم وبتعرف ان اللي هيشتري الستاد دفع فلوس زيادة عشان يقدم المهلة وان العمدة بتاحهم عنده دلوقتي علشان يمضي العقود وبتروح هناك وبتحاول تمنع العمدة وتقوله ما يمضيش على العقود وتقوله انها جابت ماتش كبير هينقذ الستاد فشارك بيقول لها انه كده كده هيهد الستاد عشان محدش يفضل يفكروا ببطولات رايبورن ويفضلوا يقرنوا بيه ولما حاول ستيف يرد عليه مسكوا وضربوا وبيطلع على السطوح يتكلم هو ويني وبيعرف ان هي يقصت خلاص فستيف بيرجع المكان القديم اللي كان بيصارع فيه وبيدفع الفلوس اللي كانت عليه من الماتشاط اللي هو اكسبها وهو بيتكلم مع الرئيسة بتاعته بتقوله انه طول عمره افشل واحد عندها وبيشوف صورته هو صغير مع ابوه وبيقرر انه لازم يتغير وويني بتبقى قاعدة وتتفرج على الاستاد اللي هيهدوه لما بييجي ستيف وبيخضها وبيقول لها انه قرر خلاص مايبقاش فاشل ولازم يتغير وبيطلب منها ترجع مدربته وبيقول لها لازم ننقذ الملعب وشارك والرأي بتاعه كانوا عاملين مؤتمر صحفي قدام الاستاد قبل ما يتهد بس بيطلع لهم ستيف وويني بياخروا عملية التفجير وستيف بيتحدى شارك في مطش مصرع بس شارك بيقوله انت مين وابن مين علشان انا سرع كتافة وهنا ستيف بيعلن السر اللي كان مخبيه ويقوله انا بيه ابن بيه وانه يبقى ابن البطل الاستوري ريبورد ويتفقوا على ثلاث جولات ولو ستيف فضل عايش اللي استاد مش هيتهد والبلد كلها تجمعت وبانوا لستيف مكان علشان يتضرب فيه وستيف كان كله مرة بيفشل بس بيرجع ويحاول من تاني لحد ما في النهاية قدر يخلص التدريب وبكده يبقى جاهز علشان مطش مع شارك وبييجي يوم المطش وبنلاقي ان البلد كلها موجودة علشان تشجع ستيف اللي بقى اسمه ريبوردن على اسمه بابا وويني امامتها موجودين جنبه في الملعب وستيف كان خايف جدا من شارك بس ويني بتهديه وتقوله شوية كلامه وبتحمسه بيه وفعلا الكلام بيجيب نتيجة وستيف بيتشجع وبتبدأ المعركة وفي اول ثانية ستيف بياخد واحدة وهوب بينام في الارض بس بعدها بيقوم وبيبدأ يرقص زي ما تضرب بعوين وبتخلص اول جولة ومن غير ما يغسر ستيف وده فحد ذات وانجاز بس في الجولة التانية شارك بيفاجئه وبيلعب بنفس الطريقة وبيرقص هو كمان وبينزل ضرب في ستيف لكنه ما بيرضاش خلاص المطش في الجولة دي علشان يفضل يضرب فيه جولة كمان ويني كان خلاصها تستسلم علشان خايفة على ستيف بس هو بيقول لها لأ وانه هيقدر يكمل بس ستيف بيكرر انه هيجرب طريقة جديدة والجولة التالتة بتبتدي وفعلا بينجح ستيف انه يضرب شارك وبيفضله يضربه في بعض شوية لحد ما في الاخر ستيف بيقع على شارك وبينامه هما الاتنين في الارض وفي الاخر ستيف بيعمله حركة غريبة كده مش هنقول بأنهي حتة في جسمه ويوقعه ويفوز عليه كمان وياخد الحزام ويبقى هو بطل العالم الجديد وفي الاخر بيفضل يرقص في الاستاد اللي خلاص مش هيتهد مع ويني والبلد كلها اشتركوا في القناة